بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمي العنوان 80 شامل في الأعداد المركبة رقم 5 عن صحبه شبهات العلم تجربية وتقنية رياضي والرياضي حيث قال نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة C كثير الحدود P لزيد يسعين زيد قوى 4 ناقص 10 زيد قوى 3 زيد 38 زيد ناقص 90 زيد زيد 216 قال عين الأعداد الحقية أوى بوسي بحيث يكون من أجل زيد ينتمي إلى C P لزيد يسعين زيد قوى زيد مربع زيد 9 في A زيد مربع زيد بزيد زيد سي قال بحل في سي المعادلة P لزيد يسعين صفر قال في المستوى المركب إلى معلاء منسوب إلى معلاء متعمد ومتجنس هذا نعتبر نقط A و B و C و D قالت اللواحقها على الترتيب Z A و Z B و Z C و Z D هذه اللواحقة سوف نجدوها هي نفسها حلول هذه المعادلة قال عين لاحقات النقطة G مركز تقل الربع A B C D قال عين مجموعة النقط M من المستوي حيث طاولة M A زائد M B زائد M C زائد M D تسعين كم عشر معنى هذا الج هو الذي سوف يخلصنا من هذا الإشكال قال عين مجموعة النقط M من المستوي حيث M A مربع زيد M B مربع زيد M C مربع زيد M D مربع يسعين تسعة وخمسون كذلك لاحظوا إلى المعاملة هنا واحد 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 وهنا واحد 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 معناها G هو المخلص إذن لننطلق على بركة الله في الحل المفصل إذن نأتي أبنائي إلى الجزء الأول قال عين الأعداد الحقيقة A B و C B حيث يكون من أجل Z ينتمي إلى C فإن P Z يسعين Z مربع زائد تسعة في A Z مربع زائد B Z زائد C إذن نكتب هنا عنوان تعين A B و C حيث لاحظوا هنا جيدا أبنائي سوف نطبق ما نسميه النشر والمطابق إذن عندنا هذه العبارة سوف نقوم بنشرها تصبح تسوي لنا هذا في هذا تصبح لنا A زائد قوة أربعة ثم في هذا تصبح لنا B زائد B زائد مربع ثم Z مكعب نعتذر B زائد مكعب ثم هذا في هذا زائد C زائد مربع C زائد مربع ثم عندنا هذا في هذا زائد تسعة زائد مربع زائد تسعة B زائد تسعة C هذا هو فقط تصبح لنا P زائد P لزائد تساوي نرتب A زائد قوة أربعة زائد B زائد قوة ثلاثة لأن هذه قوة ثلاثية أما قوة ثنائية فوجد لنا معاملان يصبح لنا A C زائد ماذا؟ زائد تسعة هكذا زائد مربع ثم زائد تسعة تسعة B زائد زائد تسعة C هذه الآن نقوم بمطابقتها يا أبنائي مع العبارة الأولى ها هي العبارة الأولى ودققوا بأم عينكم كيف نتحصل على هذه الثوابت بطريقة بسيطة هنا عندنا لاحظوا العدد المضروب هنا في زائد قوة أربعة كم هو واحد وهنا كم A إذن مباشرة A يصبح يساوي ناقص عشرة دقيقوا عندنا كذلك هنا لاحظوا العدد المضروب في زائد قوة ثلاثة هو B هنا كم هو ناقص عشرة إذن مباشرة B يصبح يساوي ناقص عشرة عندنا كذلك هنا أبنائي لاحظوا نقطة نقطة لو نأتي الآن إلى إلى هذه أو كذلك هذه كلهم يعني سوف يساوينا إلى نصطرق عندنا اللي هي C زائد تسعة يساوينا ثمانية وثلاثون أي C يساوينا ثمانية وثلاثون ناقص تسعة أي C كم يصبح يصبح لنا تسعة وعشرون هل وجدنا الثوابت كلياً؟ نعم تصبح لنا الكتابة الجديدة لبيلي زاد هذا تصبح لنا بيلي زاد يصبح يساوي لنا ماذا؟ يصبح ليساوينا عفواً يساوينا زاد مربع زاد قلت مربع زائد تسعة في ماذا؟ الآ واحد يعني في زاد مربع الب هو ناقص عشر ناقص عشر زاد والس يساوي تسعة وعشرون هذه هي العبارة الجديدة لمن؟ لهذا كثير الحدود في الأعداد المركبة بعدما أنهينا مع هذا سوف نأتي الآن إلى حل المعادلة حل المعادلة أكيد سوف نستغل هذه العبارة المحللة أما المنشورة هذه المنشورة فصعبت المنال كيفية إيجاد حلولها إذن كما تعلمون أبناء إذن نكتب هنا عنوان حل في سي المعادلة هنا تقول قاعدة جداء عددين جداء هذا في هذا يساوي السفر معنى أحدهما يساوي السفر إذن نقول بيلي زاد يساوي السفر أي ماذا أبناء؟ أي هذه العبارة هذه تصبح تساوي السفر ما معنى؟ معنى إما هذا يساوي السفر أو هذا يساوي السفر معنى إما زاد مربع زاد تسعة يساوي السفر أو العبارة الأخرى التي هي هذه يا أبناء نجعلها تساوي السفر معنى هنا ننقل هذا إلى هنا ماذا ينتج؟ أنتج لنا زاد مربع يساوي ناقص تسعة الناقص تسعة في الأصل ما هي؟ هي ناقص في تسعة لكن الناقص نحن نعلم أن الناقص هو ناقص واحد وهو إي مربع معنى نحوله هنا إلى إي مربع ومنه ماذا؟ ومنه زاد واحد يصبح يساوينا جذر هذه القيمة جذر هذه القيمة وهو ثلاثة إي أو ناقص جذر هذه القيمة وهو زاد إثناني يساوينا ناقص ثلاثة إي هذا الشطر الأول الحلان الأوليين نأتي الآن هنا مباشرة إلى المميز الذي يساوينا بي مربع لهو مئة ناقص ماذا؟ ناقص أربعة في تسعة وعشرون تصبح تساوينا مئة ناقص مئة وستة عشر يصبح لنا ناقص ستة عشر والناقص ستة عشر هي ستة عشر إي مربع مثل ما فعلنا لهذه القاعدة بعدها أبناء ماذا نتحصل؟ نتحصل على أن جذر دالتا يصبح يساوينا ماذا؟ لما نجذر هذه القيمة الستة عشر تخرج بالأربعة والإي مربع يخرج لنا بي تصبح لنا أربعة إي فيصبح لنا زاد ثلاثة يساوي ناقص بي البي هنا كم؟ لاحظوا ها هو البي هو العدل المضر في الزاد تصبح لنا عشر ناقص ماذا؟ ناقص أربعة إي على إثنان أ نختزل من هنا إثنان ومن هنا إثنان ومن هنا إثنان تصبح لنا زاد ثلاثة يساوي لنا كم؟ خمسة ناقص إثنان إي زاد أربعة يصبح مرافقه اللي هو خمسة زائد إثنان إي فقط يعني تصبحنا مجموعة الحلول آس يساوينا ماذا يساوينا زاد واحد وزاد إثان وزاد ثلاثة وماذا وزاد ماذا وزاد أربعة فقط يعني هذه هي حلول هذا كثير الحدود فقط إذن كما قلت هي حلول معادلة كثيرة الحدود ليس حول معادلة أما هي تصبح لنا جذور نأتي بعدها أبنائي إلى الفرع الهندسة قال في المستوي المركب إلى معلم متعام ذو متجنس وي وذي نعتبر نقط التي لوحقها على الترتيب زاد أ يساوينا ثلاثة زاد بيساوي مرافقها زاد س يساوينا خمسة ناقص إثنان إي وزاد دي يساوينا مرافق سي اللي هما نفسهم الحلول التي وجدناها يعني حتى لو ندقيق ها هو واحد وها هو الثاني ها هو آ وها هو بي ها هو سي وها هو دي لاحظتم؟ يعني نفس الحلول التي وجدت قال إذن هنا سوف نرتب لكم الأمور تصبح لنا زاد أ قلنا كم تساوي؟ تساوي لنا ثلاثة إي زاد بي بما أنها مرافقة تؤثر على التخيل تصبح لنا ناقص ثلاثة إي زاد عندنا زاد سي يساوي لنا خمسة ناقص إثنان إي وزاد دي يساوي لنا خمسة زائد إثنان إي قال هو عين لاحقة نقطة ج مركز ثقل الرباعي آ بي سي دي الآن هنا أمر جد بسيط لاحظوا نقول هنا تعيين زاد ج ماذا؟ لاحقة مركز ثقل الرباعي قلنا الرباعي آ بي سي دي تحدثنا كثيرا عن قلنا لما نسمع كلمة مركز ثقل يأتي في ذهني هو المرجح ذي المعاملة واحد 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 فقط إذن نقول بما أن ج مركز ثقل الرباعي الذي اسمه آ بي سي دي إذن فهو ماذا؟ مرجح الجملة المثقلة ما هي الجملة المثقلة؟ إذا قلنا آ مع واحد وبي مع واحد والسي مع واحد والدي مع واحد لو كانت ثلاث نقاط لك تفعينا بثلاثة واحد 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 لو كانت إثنين لو قلنا واحد واحد لأن المنتصف هو كذلك ومرجح لنقطتين فتصبح لنا قانونها ماذا يقول؟ صبح لنا زاد ج يساوي ماذا يساوي؟ يساوي أن زاد أ عفوا عفوا يساوي أن زاد أ زائد زاد ب زائد زاد س زائد زاد د على ماذا على أربعة تصبح تساوينا نأتي كل واحدا بإحداثيتها زاد أ هي ثلاثة اي زاد ب هو ناقص ثلاثة اي زاد زاد ب سي لهو خمسة ناقص اثنان اي وزاد د هو خمسة زائد اثنان اي على مجموعة المعاملات لهو أربعة فيذهب هذا مع هذا وهذا مع هذا فتصبح لنا زاد ج يساوي لنا عشر على أربعة اللي هي خمسة على ماذا؟ على اثنان هذه هي لاحقة النقطة ج مركز تقل هذا الرباعي فقط يا أبنائي بعدما أنهينا مع هذا الزائد نأتي إلى مجموعة النقطة قال عين مجموعة النقط ام زاد يعني حيث زاد هي لاحقة ام من المستوي حيث عطيت لنا الطاولة لشعاع أشعة ام ازايد ام بي زايد ام سي زايد ام دي تساوينا عشرة تحدثنا وقلنا أن ج ماذا؟ الذي كنا الآن من قبله قلنا ج هو مركز تقل مركز تقل هو المعاملة كم؟ واحد 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 ها هي ام واحد 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 إذا نأتي الآن إلى هذه العلاقة الشععية هذه العلاقة الشععية سوف نحدث لها تغيير أمامكم حتى تلاحظوا تصبح تساوي لو ندخل هنا ج وندخل هنا ج وندخل هنا ج فماذا ينتج؟ ينتج لنا هذا تصبح لنا ام ج زايد جي ا زايد ام ج زايد جي بي زايد ام ج زايد جي سي زايد ام ج زايد جي دي نعم كم هنا يوجد لنا من ام جي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة تصبح تساوي كم؟ لاحظوا تصبح تساوي لنا اربعة ام جي شععيا زايد تبقى لنا الأشعة الأخرى ما هي الأشعة التي تبقى لنا؟ هي هذا وهذا 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 سوف نكتبهم أمامكم هنا ولاحظوا معي فقط ما زلنا مع الأشعة تصبح لنا جي ا زايد جي بي زايد جي سي زايد جي دي عفوا جي دي لكن بما أننا قلنا هذا مركز يقل له ومرجح يصبح هذه العلاقة الشععية التي باللون الأحمر كلها تذهب ليس إلى الصفر إنما إلى الشععى المعدو فماذا ينتج؟ معناها سوف نتحصل إلا على أربعة ام جي معناها تصبح لنا هذه كليا نعوضها يعني سوف نأتي بهذه العلاقة بها الطاولة هذه هذه كليا تستبدل بكلمة أربعة ام جي لأن الباقي هذه ذهبت إلى الأشعة المعدوم شعى المعدوم فتصبح لنا أربعة ام جي هكذا طاولة تساوي كم عشرة حتى ولو كانت هذه القيمة سليبة بما أن الطاولة مثل القيمة مطلقة يعني يذهب الناقص فتصبح لنا أربعة ام جي كطول يساوي لنا عشرة فيصبح لنا ام جي كم يساوي؟ يساوي لنا عشرة على أربعة إذن تصبح لنا أم جي يساوي لنا خمسة على إثنان ما هذه يا أبنائي؟ لاحظوا جيدا إذا قلنا نقطة جي ها هي تبعد عليها نقطة أم هنا في المستوي بإثنان ونصف لا يعني أنه سنتيمتر المهم وحدة تخيلوا لو تأتينا هنا تبقى هي هي لو تأتينا هنا لو تأتينا هنا لو تأتينا هنا لو تأتينا هنا وهنا وهنا ما هو المسال الذي يمكن أن تصنعوا هذه النقطة أم وهي تبعد على نقطة ثابتة اسمها جي سوف تصنع لنا ماذا؟ دائرة إذن نقول مجموعة النقطة أم من المستوي هي ماذا؟ هي دائرة مركزها ماذا؟ مركزها جي وهي النقطة الثابتة ونصف قطرها ما هو نصف قطرها؟ أر يساين خمسة على اثنان فقط هذا هو الجواب لهذا السؤال يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى مجموعة النقطة الأخرى لكن هذه ننتبه معها قال عين مجموعة النقطة أم أم لحقة هزاد من المستوي حيث لاحظوا هنا أعطيت لنا الأمور بالتربيع هي لو تلاحظنا هي هنا نفس المعاملة لاحظوا واحد 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 لكن هنا أعطيت لنا مربع يعني تختلف عن الأولى كيف ذلك أبنائي؟ لاحظوا أرجوكم نقطة نقطة سوف أعطي لكم واحدة وما مع الباقية سوف نطبق عليها كيف ذلك؟ إذن نكتب هنا أولا تعيين مجموعة النقطة حيث أعطيت لنا هذه الأطوال المربعة تسعين كم؟ تسع وخمسون لاحظوا هنا أبنائي كيف؟ حتى ولا أعطيت لنا هنا بالناقص لا يهم المهم نلاحظ أن هذه وهذه وهذا وهذا كليا لهم نفس المعاملة هو جي هذه النقطة الأولى إذن نقول الجملة تقبل ماذا؟ تقبل مرجح هو جي بماذا أبنائي؟ لأنه مركز يقل معاملة هنا واحد 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 لكن هنا سوف نعطيها صيغة أخرى كيف تصبح لنا؟ تصبح لنا هكذا أام ندخل هنا إلا أنه سوف أريكم بعض الكتابات أولا أام جي عفوا أام أم 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 هي نفسها أام لاحق جيدا هي نفسها أام أ سلم أم أ وتساوينا ماذا؟ وتساوينا أام أ شعيا مربع وتساوينا لماذا قلنا تساوينا هذه لأن تساوينا طاولة الأول جداء سلم ما هو؟ طاولة الأول في طاولة الثانية في كوس الزاوية مع نفسه اللي هو صفر فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا تساوينا هذا في هذا اللي هو أم أ مربع وكوس الصفر معروف إنه واحد معناه هذه الكتابة وهذه الكتابة متساويتان رحظتم؟ معناه أبنائي ماذا يمكن أن نكتب؟ نأتي بهذه العبارة نفسها دقيق وأرجوكم هذه سوف تصبح لها كتابة أخرى ما هي الكتابة أن نضع لها؟ الأشعاع هنا شعاع 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 والتربعات نحولها هنا في الفوق يعني نصبح لنا الشعاع سلمي نفسه ليس جداء شعاعي جداء سلمي ندخل هنا الجي وندخل هنا الجي وندخل هنا الجي وندخل هنا سوف أعطيكم برهنة كما تريد تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا M G زائد G A هكذا الكل مربع زائد M G زائد G B هكذا كليا شعاعيا الكل مربع لأن هنا يوجد لنا التربع معين متطابقة شهيرة زائد M G زائد G C الكل مربع لاحظوا زائد ماذا؟ زائد M G زائد G D عفوا قلت زائد G D هكذا شعاعيا شعاعيا الكل مربع تصبح تساوي هنا سوف نقوم بعملة مشرف يعني متطابقة شهيرة مربع الأول زائد مربع ثانية زائد ضع الجدال يصبح لنا M M G مربع زائد G A مربع زائد 2 M G سلام G A نفس الشيء مع البقية ما هي البقية اللي هي M G مربع زائد ماذا؟ زائد G B مربع زائد 2 M G سلام G B ثم زائد كذلك M G هنا كلمة مربع يمكن أن ننزعها لأن قلت التربيع اتفقنا على كلمة كلمة M G هذه مربع هي نفسها ماذا؟ M G مربع حتى كل التربيعات معنا سوف يمكن أن نتخلص منها حتى لا تقول لماذا أتى بهذه الكلمة زائد G سي مربع يعني يمكن أن ننزع الشعاء زي سي مربع زائد 2 M G هنا لا يمكن لأن وجود داء سلامي مع شعاء آخر M G سلامي G G G C زائد نعطي للأخيرة اللي هي زائد ماذا؟ زائد M G مربع زائد G D مربع زائد 2 M G سلامي G D ها قد الآن الآن سوف نقوم بعملية الجمع هذا 1 1 2 3 4 هذا الجزء الأول تساوينا 4 M G مربع زائد عندنا كذلك هذه 1 2 2 3 4 هذه تبقى هي هي يعني نصبح لنا G A مربع زائد G B مربع زائد G C مربع زائد G D مربع انتهى الأمر يقول أحدكم الأشعة يا أستاذ اتفقنا على أن التربيع ينزع الأشعة عادي يبقى لنا الجزء الآخر زائد هنا ننتبه عندنا للجداء السلامي هذا واحد وهذا اثنان وهذا ثلاثة وهذا أربعة ما رأيكم أن نستخرج اثنان أم جي عم المشترك هذا يبقى لنا ماذا يبقى لنا جي عم جي عم شعاع زائد جي بي شعاعيا زائد جي سي شعاعيا زائد جي دي شعاعيا لم أفعل شيء حتى الآن دقيقوا لكن قلنا هلا بما أنه مرجح هذه اتفقنا عليه في الأول أين تذهب تذهب إلى الشعاع المعدوم الشعاع المعدوم سلم شعاع آخر الكل يعني هذه القيمة كليا من هنا إلى غاية هنا سوف تذهب إلى الصفر فماذا يبقى لدينا يبقى لدينا القيمة التي هي بحوزتنا ما هي أبناء لاحظوا نقطة نقطة قلنا هي دائما أن تساوينا 59 هذه سوف نتركها تتبعنا فقط لاحظوا هكذا إذن فماذا ينتج لنا ينتج لنا أنه تصبح تساوينا أربعة أم جي مربع زائد جي أ مربع زائد جي بي مربع زائد جي سي مربع زائد جي دي مربع يساوي لنا كم يساوي لنا تسعة وخمسون ننقل الكل إلى الطرف الأخر ونترك تصبح لنا أربعة أم جي يساوي تسعة وخمسون ناقص نفتح قوس جي أ مربع زائد جي بي مربع زائد جي سي مربع زائد جي دي عفوا جي دي مربع بما أن هذه الأربعة يمكن لها أن تأتي إلى هنا نقسم على أربعة دقيق وأرجوكم يعني نحول تساوي إلى مكانها الأفضل تصبحنا هنا ماذا؟ تصبحنا أم جي مربع يساوينا هذه القيمة الآن أم جي مربع لنزع التربيع نضع هنا ماذا؟ نضع رمز الجذر هكذا الآن مرغمنا بماذا؟ بمطالبة بحساب هذه الأطول جي أ مربع زي بي مربع جي سي مربع وجي دي مربع ونقص إذا كان هذه القيمة مجابة فماذا يكون؟ تكون دائرة من هو نسخ قطرها؟ نسخ قطرها هو كلين هذا الجذر وهو جذر تسعة وخمسون نقص هذه الأطوال على أربعة ومركزها يكون جي لحظتم؟ إذن لاحظوا هنا أبنائي ها قد الآن حسبنا هذا الأمر سوف نأتي لحساب الأطوال فقط أما إن كانت القيمة سالبة فمجموعة النقاط تكون مجموعة خالية أما إذا كانت لحظتم؟ أما إذا كانت القيمة تساوي سفر فمجموعة النقاط تكون ماذا تكون لنا؟ هي نقطة حتى تفهموا جيد قضية اللي يجب عنها أن نكمل الحساب لو أكملنا الحساب أولا سوف نقوم بحساب الأطوال هذه كليا نحسب الطول ج ج لكن مربع يصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا زاد ناقص زاد ج الكل مربع يصبح زاد نحن نملكها وهذه ثلاثة ناقص زاد ج وهذه خمسة على إثناني هكذا الكل مربع تصبح تساوي لنا بما أن التربيع ما نهي ذهب الجذر فقط تصبح لنا هذا مربع لهو كم؟ لهو تسعة زائد خمسة وعشرون على أربعة لكن بما أن في الأصل هي هكذا طاولة لكن بما أن التربيع سوف يذهب كل شيء نوحد هنا المقام أربعة وهنا ستة وثلاثون فيصبح لنا زاد أ مربع يساوي لنا كم؟ يساوي لنا هذا مع هذا تصبح لنا واحد وستون واحد وستون على أربعة هذا زاد نأتي بعدها أبنائي إلى زاد ب زاد ب بنفس الخطة سوف نحسب نقول هكذا زاد عفوا زاد سبحان الله جي بي عفوا عفوا جي بي أعذروني أبنائي جي بي يساوي لنا كذلك ناقص ثلاثة ناقص ماذا؟ خمسة على ماذا؟ على أربعة لما نأقص عفوا خمسة على اثنان سبحان الله خمسة على اثنان كذلك هذا يساوي لنا مربع الأول ثاني صبح لنا جي بي عفوا جي بي مربع يصبح يساوي لنا واحد وستون على أربعة كذلك بالنسبة إلى البعد الآخر ما هو البعد الآخر اللي هو زاد س عفوا جي س مربع يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا الس هو خمسة ناقص اثنان اي ناقص خمسة على اثنان تصبح تساوي هنا لنوحد المقام اثنان هنا تصبح لنا كم؟ عشرة فتصبح لنا تساوي لنا كم؟ تصبح لنا خمسة على اثنان ناقص اثنان اي تصبح تساوي لنا خمسة وعشرون على ماذا؟ على أربعة زائد وهنا قلنا التربيع التربيع يعني لا نحتاج إلى الجذر زائد أربعة لو نوحد هنا المقام أربعة تصبح لنا هنا ستة عشر فتصبح لنا كم؟ هذا مع هذا تصبح لنا لاحظوا إذن تصبح لنا كم أبنائي تصبح لنا واحد وأربعون على ماذا؟ على أربعة إذن تصبح لنا زاد عفوا جي سي مربع يساوي لنا كم؟ واحد وأربعون على أربعة بنفس الخطة الآن أبنائي نحسب زاد دي زاد دي كذلك تبقى هي هي معنى عفوا قلنا زاد دي جي دي مربع يساوي لنا كذلك تصبح لنا خمسة زائد اثنان اي ناقص الزاد جي هو خمسة على اثنان نوحد هنا مثل ما فعلنا في الأول عشرة تصبح تصبح لنا ماذا؟ خمسة على اثنان زائد اثنان اي وتصبح لنا خمسة وعشرون على اربعة زائد اربعة نوحد هنا المقام اربعة ستة عشر واحد واربعون على اربعة تصبح لنا جي دي مربعة يساوي لنا واحد واربعون على ماذا؟ على اربعة هقد الآن حاسبنا هذه الأطوال كليا ما علينا الآن ابنائي إلا أن نعوذ فتصبح لنا ام جي يساوي لنا نضع هكذا جذرة ونضع هنا الأربعة التي موجودة في المقام هكذا ونكتب هنا تسعة وخمسون ناقص ونفتح قوس الطول الأول هو واحد وستون على اربعة زائد ماذا؟ الثاني هو واحد وستون على اربعة زائد الذي بعده واحد واربعون على اربعة والذي بعده هو واحد واربعون على اربعة فتصبح لنا ام جي يساوي لا ننسى أنه دائما القسمة على اربعة ولا ننسى الجذر فتصبح لنا تسعة وخمسون ناقص هذا مع هذا كم؟ مئة واثنان وعشرون لأنه ستون وستون هي مئة مئة تصبح لنا مئة واثنان وعشرون ثم زائد هذه كم؟ اثنان وثمانون على اربعة الكل على اربعة تصبح لنا ام جي يساوي لاحظوا نقطة نقطة ابنائي تصبح الآن نجمع هذا مع هذا لما نجمع نلاحظوا لما نجمع مئة واثنان وعشرون على اثنان وثمانون تصبح لنا اربعة وهنا عشرة وهنا اثنان تصبح لنا مئتان واربعة اربعة اربعة تصبح لنا اربعة هذه تعطينا كم تعطينا خمسة ونضع هكذا عفوا لاحظوا اذا عشرون تصبح لنا خمسة وهنا تصبح لنا كم تصبح لنا واحد يعني تصبح لنا كم واحد وخمسون واحد تصبح لنا تسعة وخمسون ناقص واحد وخمسون على اربعة هكذا ماذا تصبح لنا ام جي يساوي لنا كم هذه تصبح لنا ثمانية على اربعة وتساوي لنا كم ابنائي لان هذه ثمانية على اربعة تصبح لنا جذر اثنان تصبح لنا ام جي تساوي لنا جذر اثنان ما هي هذه ابنائي اذا مباشرة واحد تصبح لنا مجموعة النقط مجموعة النقط ام هي دائرة مركزها جي ونصف قطرها الفتحة يساينكم جذر اثنان فقط يا ابنائي. واتمنى ان لا يكون مخطئ في الحساب فقط. وفي الاخر ابنائي وبناتي الاعزاء اتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو. كما ارجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رقم الطاهرة. كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك انها صفحة الاستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.